أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أكد أن ما تشهده وطيرة التنمية من نمو متصاعد تدعمه خطط وبرامج يتولى تنفيذها كوادر وطنية لديها كل الشغف لإعلاء صروح الإنجاز ونوها سموه بالدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في إبراز الصورة المشرقة لمملكة البحرين ومنجزاتها المشرفة التي تحققت بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين بتدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة بمجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى بمناسبة مرور خمسين عاما على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله ساعدت الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وقد قام سموه بجولة طلع خلالها على ما اجتمل عليه الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة من أجهزة مزودة بأحدث التقنيات التلفزيونية والإذاعية وأشار سموه إلى أن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة يشكل إضافة نوعية تدعم مواكبة مسيرة إعلامنا المرئي والمسموع مع متطلبات التنافسية في مجال إبراز المنجزات الوطنية محليا ودوليا لافتاً لأن تزامن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على بدء الإرسال التلفزيوني في مملكة البحرين يؤكد استمرارية جهود تطوير قطاع الإعلام ارتكازاً إلى المبادئ الراسخة التي التزم بها منذ انطلاقته والتي تحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني ومتوازن يهدف باستمرار إلى نشر الوعي وإبراز المنجزات الوطنية وقال سموه إن رهاننا الدائم هو على كوادرنا الوطنية من فريق البحرين التي سجلت في حقب سابقة وما زالت تسجل قصص نجاح ملهمة في كل ميدان ومنها الإعلام من منطلق حبها للتحدي وعشقها للإنجاز الذي يجعلنا باستمرار ننظر للمستقبل بكل تفاؤل وثقة لافتن إلى أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقات والمواهب الإعلامية البحرينية لما تمتلكه من قابلية ومرونة لمزيد من الإبداع وتحفيزها لاستكشاف أفاق جديدة من التميز بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج والأداء وأضاف سموه إن كفاءة الكوادر الإعلامية الوطنية وتبني التقنيات الحديثة ستجعل من إعلامنا الوطني أكثر تميزا وتنافسية والبحرين بفضل عزيمة أبنائها حققت العديد من المنجزات ونتطلع من إعلامنا الوطني بالاستمرار في دوره كأحد جسور التعريف بهذه المنجزات إقليميا وعالميا وأن يكون القطاع الإعلامي من القطاعات المعززة لتنافسية مملكة البحرين وأشهد سموه بحرص وإخلاص وجهود كافة العاملين بوزارة الإعلام وما يولون بذله من جهود ضمن فريق البحرين في نشر الرسالة الإعلامية البناءة وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم النجاحات في مختلف مسارات التنمية مشيرا إلى أهمية مواصلة الإعلام الوطني دوره ورسالته الوطنية وتسخير كافة الجهود للحفاظ على الهوية البحرينية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة والتقى سموه خلال تتشينه للأستوديو الرئيسي بمركز الأخبار بالإعلامي السيد أحمد حسين حيث أعرب سموه عن امتنانه بكل عرفان لإسهاماته بجانب عدد كثير من الشخصيات التي ساهمت بكل جهد وإخلاص في قطاع الإذاعة والتلفزيون والذين ستحتفظ الذاكرة الوطن بإسهاماتهم منوها بضرورة أن يستلهم الجيل الحالي من عطاءات من سبقهم في هذا المجال وخلال زيارة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى مبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة أدل سموه بتصريح لمستمعي إذاعة البحرين 96.5 FM وخاص فيه جيل الشباب حيث قال سموه إن التغير سنة الحياة والعالم مستمر في التغير فالتغير هو الثابت الوحيد فقبول التكيف والاستجابة للمتغيرات وعدم الرضا إلا بالمقدمة ووجه سموه الدعوة للجميع بمختلف مواقعهم بالاستمرار في تطوير أنفسهم وقدراتهم ودفعها بجانب الآخرين العاملين معهم نحو تحقيق الأهداف التي لا يجب أن تظل مجرد أحلام بل أن تتحول إلى واقع يقدم أبنائنا ويعزز تطور وطننا واستذكر سموه خلال افتتاحه مبنى الإذاعات الخاصة إسهامات السيد أحمد سليمان وعدد من الأصوات التي ساهمت في انتشار إذاعة 96.5 FM بالمنطقة ومنهم بوب ماكريدي وأدريان روس وإيان فيشر وغيرهم من جانبه أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام أكد أنما يشهده الإعلام الوطني من تطور في رسالته ومضمونه ووسائله المختلفة يعكس التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله وهو ما وفر لقطاع الإعلام المقومات التي تعزز من دوره في خدمة الوطن والتعبير عن نمائه وازدهاره بكل مهنية واقتدار معربا عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على تفضل سموه بافتتاح الأستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى السوديوهات الإذاعة الخاصة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر